نعم الناس بعضهم يستوحشون من ذلك لا يأنسون بهذا الكلام يقول لك هذه لغة تكفيرية وما لغة تكفيرية خلي يكون احنا مو قضيتنا ان الناس يأنسون او لا يأنسون يستوحشون او لا يستوحشون اذا كنا نحن تكفيرين كما تزعمون اذا امام الصادق اكبر تكفيري امام الرضا اكبر تكفير طلاعا احنا انما نتعبد باقوال اهل محمد عليه الصلاة والسلام ومنهجهم ونطبقهم وشنو معنى تكفيري تكفيري هو الذي يحكم بالكفر يحكم بالكفر على الاخرين احنا ما نحكم بالكفر على الاخرين احنا قلنا ليتشاهد الشهادتين ايا كان مذهب محكوم بالاسلام نقول عنا مسلم في دار الدنيا اما موضوعه ماذا كفري يعني في الاخرة كافر كلام الامام عليه السلام في مثل هذه الروايات في دائرة الموضوع وليس في دائرة الحكم بمعنى اخر انه احنا دي نعطي كل حقوق المسلمين في زماننا قل لهذا مسلم خلص يعني طاهر يدخل المسجد مرطوب ما اقول انت ترى نجست المسجد على سبيل المثال حكم حكمي في الطهارة لكن في الاخرة يريد رح يطلع شنو يطلع يطلع كافر مشرك زنديق ناصب عرفتش لون الى هالدرجة يطلع فليش تقول عنا تكفيري اذا تريد تكفيري الحقيقي تدري منو نظام ايران وهابية الشيعة نظام ايران مو احنا انه نظام ايران هو صاحب شعار مارك بيرزد ولاية فقيه الموت لاعداء ولاية الفقيه يعني كل من لا يرى ولاية الفقيه يحكم عليه بالموت الوهابية هذه سمتها انها تحكم بالموت على من لا يوافقها هذه وهابية الشيعة هؤلاء هم التكفيريون الحقيقيون لان هذه قضية اجتهادية هذه واحد يرى ولاية فقيه واحد ما يرى ولاية فقيه ليش تحكم على اللي لا يراها تحكم عليه بالموت هو شنو ما خالف قرآنا ولا سنة ما خالف قطعيا من القطعيات هي مو قضية قطعية قضية اجتهادية فقيه بس شوف الفرق يطلق علينا النظام الايراني وابواقه وصبيانه انه نحن وهابية الشيعة نحن شنو سلفية الشيعة في قولتهم على شنو لانه اللغة حادة هذه اللغة الحادة لغة لنا الطاهرين عليهم والسلام وعلى الاقل احنا لا اهدرنا دم احد ولا حكمنا بالموت على احد خاصة في مثل المسائل الاجتهادية اما انتم بالعكس رمتني بدايها موا ؟ مواد 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 بها مواد تتذكز